بعد تعاونه مع عدد كبير من نجوم العالم العربي ومن أبرزهم شمس الأغنية اللبنانية نجوة كرم والنجم الذهبية نوال الزغبي النجم المغربي سعد المجرد وغيرهم افتتح مصمم ومدرب الرقص شارل مكريس فرعتيني لمدرسة مكريس دانس منستري ولها المنسبة جمع بعض الأصدقاء والمحبين ليفرحوا معه بها الخطوة الجديدة هي افتتح لفرعتين لمدرسة مكريس دانس منستري اللي هو أنا الارتستيك ديركتور تبعه اليوم عم نفتتح بكفار حبيب بسنتر السموك فارحبيب جيت بلازا مكريس اللي بيحرص على نقل الصورة الراقية والمحترفة للرأس من خلال تعليمها الفن حب انه يتوسع بنشاطاته ضمن المناطق اللبنانية ومؤخرا بيكفر احباب مع الفرع الجديد لمدرسته حلا بمكريس دانس منستري اللي هو مدرسة الشق اللي بتعطي فيه اللي هو الرأس حبينا انه نحنا نجي عا كسروين لانه اول شي علينا كتير طلب يعني في عنا كتير زمونات بتيجي من كسروين اللي عنا على الدكويني على بيروت وعم يتعذبوا عا الطرقات عم يبقوا الساعات عا الطرقات بعجي يتسركننا بنعاف العشقة كتير مبسطة انه نحنا جينا عا كسروين ونحنا مبسوطين اكتر لانه انا كسروين وخاصة منطقة جهوني وكفر احباب وغزير انا ربيط بهذه المنطقة من انا وصغير وكتير بحبه وبتعنيلي كتير وكنت عارف انه جاي اليوم انه انا اجي افتح فرعبي كسروين وكتير مبسوط اليوم وجوه فنية عديدة حضرتها الاحتفالية وهنقت شارل على خطوطه الجديدة على امل التوفيق يكون حليفه خلاله ودايما يقدم لنا ابداعات جميلة وليفتة بعالم الرأس والاستعراض كل انسان طموح وبيحب انه يكون مميز بيتعب واللي لاحظته واللي شفته انا بشارل مكريس كتير بيتعب وكتير بيحب شغله والله يوفق يا رب وشارل هو بحد ذاته زاهرة كتير حلوة وانا عطول بتبع اخباره وكل اليفنتات اللي بيعملها انا بحضرها لانه عن جد انسان موهوب بديقول انه شارل من الناس القلبون كتير قوي يعني عنده مدرسة عم يفتح مدرسة تاني بالوضع اللي احنا فيه في شابوباء لالله اكيد كل شي بيعمله شارل نحنا داعمين لالله لانه شارل هو كينغ بالرأس وفيه تعاون بينتنا قريبا اشتركوا في القناة